اشتركوا في القناة اه يعني النهاردة هنبدأ نتكلم مع بعض اعمال الخرصان المسلحة القائمة على منهجية الجدرات فريق عندي منهجية الجدرات وفي حاجة اسمها زمان كان فيه نظام قديم اه نظام القديم ده حضرتك عايزك تاخد فكرة عن النظام الجديد بالنسبة للنظام القديم كان نظامه ان حضرتك بتخش تاخد شهادة والشهادة اللي حضرتك بتاخدها دي كانت بتروح تشتغل في سوق العمل ممكن يقولك اتفضل عشان تاخد دورة هدريبية تاني او تاخد مثلا تتدرب على المنهج اللي انت هتروح تشتغله او الشغلان اللي انت تشتغلها ده كان النظام القديم النهاردة نظام الجدرات نظام بيشمل كل المراكز التدهيب تمام وقائم على ان انت اللي بتبحث انت اللي بتشتغل انت اللي بيكون كل شيء في ايد الطالب وكل شيء مع الطالب والنظام الجدرات لو هنضرب مثال احنا بتدي مهمة مثلا لو هنقع النظام القديم المهمة اللي هتديها للنظام القديم هيروح يقدي المهمة بتاعته هياخد خمسين في المية نجح ستين في المية نجح سبعين نجح لغاية مية في المية لكن النظام الجديد الجدرات يا امتا جدير او غير جدير بعد مفيش غير ان هو جدير او غير جدير بعد ولكن الواحد ممكن يسمع الكلمة دي من اعزاء الطلبة ويقول ده ايه صعبة جدا لا هي مش صعبة ولا حاجة هي سهلة جدا وجميلة جدا وحاجة باذن الله لو انت نفذتها ومشيت على اساسها ان شاء الله هتلاقي من نفسك قيمة وقامة يعني يقول لك ان لم تكن يعني ليك شيء فستضيع وسط الزحام فالنهار ده انت عندك نظام جميل نظام بيقدي الى يعني شغل في سوق العمل وكمان هو اصلا دي بروتو كول احنا عاملينه نظام السياسة في مصر عملوه مع الدول الاجنبية مع الاتحاد الاوروبي فهو ده افضل نظام شغال بيه الاتحاد الاوروبي كله النهاردة وكتير جدا من الدول العربية والدول الافريقية والدول الاوروبية شغلة بالنظام ده فعشان تطور فلازم نعمل بالنظام اللي كل الناس شغل بيه وبنشوف منه فعلا تطوير ملحوظ جدا في الدول فعشان كده جبنا الالب اللي هو الجدرات حطينا في المناهج بتاعتنا بحيث ان انت تقدر تأدي فيها وتاخد في الاخر شهادة تأديك لسوء العمل تقدر تشتغل بيها وكمان الشهادة التانية هتاخد شهادة تاني زي النظام القديم عادي تقدر تكمل لو عايز تخش مثلا كلية تكمل جمعة تخش معهد تخش اي حاجة متاح لك كل حاجة وفاتح كمان يعني يعتبر كليات كتير جدا تطبيقية وقائمة على نظام الجدرات كتير جدا في الجامعات كلها والنظام الجامعات يعني اكيد هيبقى كله مبني على نظام الجدرات اليومين اللي جايين لانه هو افضل نظام حتى التعليم الاساسي الايام اللي جاية هيبقى من ماشي او شغال على نظام الجدرات او منهجية الجدرات نبدأ نتكلم في المادة بتاعتنا اللي هي شغلنا فيها النهاردة لها اسم الوحدة الاولية او المادة لما نيجي نبص لمنهجية الجدرات يعني ايه منهجية جدرات احنا وضحنا منهجية الجدرات نظامها ازاي وبتديك ايه بعد كده هنتكلم بقى نبزة بسيطة جدا على المنهج بتاع الجدرات بيجي ازاي كان الاول بتاخد كتاب في كذا وحدة خمس وحدات عشر وحدات اتناشر وحدة كتاب منهج دراسي المنهج الجدرات النهاردة الوحدة الوحدة في الكتاب بتاع زمان النهاردة اسمها مادة كان الاول مجموعة وحدات اسمهم مادة لان النهاردة الوحدة الوحدة في منهجية الجدرات اسمها مادة فعشان تيجي تبص لأول مادة دي مثلا اسمها الوحدة الاولينية الادوات والعدد والخمات والمواد المستخدمة في اعمال الايه في اعمال الخرسانة ماشي اللي هي ادوات ومعدات وخمات اعمال الخرسانة لما نيجي نبص للمادة دي اللي هي الوحدة دي الوحدة دي مترتب عليها حاجات كتير لو ما عدتش فدي اول وحدة في سنة اولى اول وحدة في سنة اولى وينفع تسقط فيها وتنجح اه بس يمسموش نجاح ولا سقوط ده اسمه حاجة اسمها اجتاز او لم يجتاز بس يجتاز يتوصل مية في المية يلم يجتاز بناء على ايه هنعرف دلوقتي طيب الوحدة بتاعتنا دي ينفعها لو ما نجحتش فيها اولو ما عدتش فيها اخش الوحدة التانية لا ما ينفعش ليه لان هي وحدة مكملة للوحدات اللي جاية كلها هي وحدة مكملة للوحدات اللي جاية كلها لو قلنا من اسمها ها لو قلنا من اسمها ادوات ومعدات وخامات اعمال الخرسانة ينفع ساعتك تخش في وحدة تانية في الخرسانة من غير ما تعرف ايه هي الادوات المستعملة في اعمال الخرسانة إيه هي المعدات والخامات المستخدمة في أعمال الخرصانة ما ينفعش طيب ينفع هل بقى تنفع أنت اسأل نفسك ينفع تخش المادة التانية غير ما تكون عارف المادة الأولانية حصل فيها إيه الخامات بتاعتها إيه ما ينفعش لأن تدخل على مادة تانية محتاجة الخامات اللي أنت درستها في المادة اللي احنا بنتكلم فيها دي يبقى إذن هل المادة دي مرتبطة بنجاحي أو باجتيازي في المواد اللي جاية مرتبطة جدا لو ما دخلتش المادة دي وانجحت في المادة دي أو خدت اجتاز أو خدت أن أنت جدير في شغلك في المادة دي يبقى أنت كده اعتبر نفسك في المادة اللي جاية حتى لو حضرت هتعتبر أن أنت ويعني ملكش نجاح فيها زي ما بتقول في النظام القديم ولكن في النظام الجديد بنقول أن أنت في المادة اللي جاية كمان تعتبر غير جدير بعد طيب أنا ضيع نفسي ليه؟ لأن أنا كل يوم في النظام الجديد اللي هو نظام الجدرات بقى أعمل ايه؟ بقى قيم نفسي والمدرسي بيقيمني إحنا أنا بقيم نفسي كطالب ومدرسي كمان اللي هو المدرب بتاعي بيقيمني وبيديني التقييم بتاعي بناء على نظام المنهجية المادة دي بتقول إيه؟ أدوات ومعدات وخمات أعمال الخرصانة تتكون هذه المادة أو هذه الوحدة بمعنى أصح زي ما جيني من عدة مخرجات المخرج الأولاني المادة يا جماعة عدة مخرجات وكل مخرج هيبقى ليه بعض المعايير زي أنت مثلا دلوقتي عندك راجل رايح تشتغل عنده واحد في شركة فكاتب على الشركة من برة عشان العمال بتوعي أو الصناعية بتوعي أو المهندسين بتوعي يجي واشتغلوا عندي دول لازم يبقى ليهم معيار معين عايز صفة واحد اتنين تلاتة واسألوه في واحد اتنين تلات من غير المعايير دي أنا ما ينفعش معايا المهندس دوت أو المشرف دوت أو الناس اللي جاية تشتغل معايا دول من غير المعايير دي كذلك هنا مخرجات التعلم كل مخرج فيها بيبقى ليه معايير أول مخرج هنتكلم عليه الأول اللي هو اسمه يجهز أدوات ومعدات أعمال الخرصان أنت بتعملي دلوقتي بتجهز الأدوات والمعدات يبقى لازم تكون عارف إيه هي الأدوات وإيه هي المعدات هنتعرف دلوقتي عليها المخرج التاني اللي هو بيقول يستخدم أدوات ومعدات وخامات أعمال الخرصان مين اللي بيستخدم؟ أنت اللي بتستخدم عزيز الطالب طالب الجدرات طالب اللي عايز يبقى حاجة كبيرة وينجح في سوء العمل وكمان في الجامعات بتاعته يبقى أنت لازم تعرف تستخدم الأدوات والمعدات دي لازم تعرف تستخدمها إزاي والخامات بتاعتك تعرف تستخدمها إزاي في مهنتك اللي هي مهنة أعمال الخرصان نيجي بعد كده للمخرج اللي بعد كده المخرج التالت أن أنت تعرف لازم تكون عارف أن أنت تنهي أعمال الصيانة والتشوين للإيه؟ للأدوات والمعدات والخامات لازم تكون عارف إزاي أو كمان تكون عارف أنت إزاي تشوين المواد دي أو تشوين الأدوات دي أو تصين الأدوات دي وتصين إيه؟ المعدات بتاعتك اللي إحنا هنتكلم عليها دلوقتي اللي هي أصل الوحدة دلوقتي بعد كده بيقول لك إيه؟ المتطلبات السابقة لدراسة الوحدة دي إيه هي؟ تعالى بق زي ما قلت لك دلوقتي ما ينفعش أخش وحدة إلا ما شوف متطلباتها إيه؟ متطلبات الوحدة دي عندي وحدة السلامة والصحة المهنية يعني إيه وحدة السلامة والصحة المهنية؟ متطلبات وحدة الأدوات والمعدات إننا لازم أكون دارس الوحدة اللي قابليها اللي هي السلامة والصحة المهنية لو ما درستش السلامة والصحة المهنية ما ينفعش تخش الوحدة اللي ايه اللي بعديها واحنا قلنا في سالف الزكر في اول الحلقة قلنا ان الوحدة تعتبر مادة تعتبر ايه مادة يعني يا استاذ انا لو الوحدة عندي يوم واحد بس او اسبوع بتقيم فيها بنجح في الوحدة دي بس اه بتنجح في الوحدة دي بس تعتبر مادة ولو سقط فيها تعتبر مادة زي اللغة العربية بالزبط ولو سقط فيها وما دخلتش وغبت فيها تعتبر غبت في امتحان اللغة العربية او الانجليزية او الرياضة هي دي فالوحدة اللي قبل الادوات والمعدات اللي هي وحدة السلامة والصحة المهنية من لزوم ان انا خش الوحدات اللي جاية كلها لازم يكون عندي وحدة السلامة والصحة المهنية انا ادرسها وناجح فيها اي مجتاز فيها او جدير بيها الحاجة التانية او الوحدة التانية اللي انا بدرسها دلوقتي ان هي دلوقتي بدرس وحدة الادوات والخمات دي لازم اكون جدير فيها الوحدتين دول بالزات اللي اتنين دول لازم يكونوا معايا في كل الوحدات اللي جاية بعد كده كل الوحدات اللي جاية لازم يكون الوحدتين دول انت جدير بيهم وناجح فيهم ومجتاز فيهم بدرجة 100% طب انا اجتاز ازاي بتكون عندك توسيق ان انت راجل اشتغلت في ادوات السلامة والصحة المهنية وعرفها كويس وعرف ايه هي ادوات السلامة والصحة المهنية المستخدمة فين في مهنتي اللي هي مهنة الخرصانة المسلح او تكنولوجيا اعمال الخرصانة المسلح ماشي كمان الوحدة التانية اللي انا بدرسها دلوقتي يبقى احنا قلنا وحدة السلامة والصحة المهنية دي المتطلبات بتاعتها بتاعت الوحدة ايه الادوات والمعدات تمام يبقى انا دلوقتي مخش بعد كده هقول ايه معايير الاداء للمخرج الاولاني تمام يبقى انا كده دخلت في جوه المادة انا عايز اعرف انا دلوقتي ايه المعايير اللي انا هاختار عليها الايه الادوات والمعدات بتاعتي تمام فانا دلوقتي عايز اختار او اختارك انتك على المعايير مطلوبة ومعايير موجودة في السوق فاخترناها ورقمناها واحد واثنين وثلاثة فاختارك انتك طالب واقيمك عليها انت دلوقتي هتعمل ايه اول معيار في تجهيز الادوات والمعدات لأعمال الخرصانة المسلحة اول معيار اللي هو الاولية يتبع اجراءات السلامة والصحة المهنية هل بتعرف تتبع السلامة والصحة المهنية ادوات السلامة والصحة المهنية بعرف يبقى انت كده ان شاء الله جدير اول معيار انت تمام فيه طيب المعيار التاني عشان اقيمك وتبقى جدير في المخرج كله يحدد المهام المكلف بها وفقا لبند الاعمال يحدد المهام يعني ايه يعني بتعرف تشوف الاماكن مثلا اللي فيها خطر الاماكن اللي فيها مشاكل تعرف تستختار العدة بتاعتك تعرف تزبط المهام بتاعتك وبتاعت ايه المنتج او المخرج اللي انت هتشتغل فيه يجهز الخمات كمان مش كده وبس يجهز الخمات والمعدات هل انت تعرف تجهز الخمات طيب انا استاذة تفرجت عليك وشفتك كنت بتجهز الخمات لقيتك تمام في تجهيز الخمات ماشي ولكن لما يجي واحد من الناس اللي هيتابع وراك اخر السنة او في نص السنة واحد اسمه مقيم او المحقق الخارجي المحقق الخارجي عايز يشوفك فعايز يشوفك هل هيجي لكن جيب له الايام الاولانية ونقول له اشتغل لا عايز هو انت مش موجود دلوقتي يشوفك ازاي تكون انت موسق شغلك موسق شغلك ان انت بتصور نفسك وبتقول على المطرقة مطرقة والادوم ادوم والميزان المية ميزان مية وبتزبط شغلك على هذا الاساس وبتصور نفسك وانت بتشرح استخدامات زي ما هنشرح دلوقتي استخدامات كل قطعة من الايه الادوات والمعدات يبقى انا كده بعرف اجهز الادوات والايه والمعدات اخش بعد كده اتباع قواعد اول حاجة اول معيار من المعايير اتباع قواعد الامن والسلامة والصحة المهنية ايه اللي بيحصل فيها اول حاجة مهمات الوقاية اللازمة اللي هي ايه مهمات الوقاية كلنا عارفينها الاخوزة والقفزات والافرول الخوزة طبعا انا بلبسها مش عشان اي حاجة لكن عشان احمي نفسي وعشان حاجات تانية كتير لو انا في موقع كل خوزة ليها ايه ليها لون كل شكل ليه لون ماشي كل واحد بيلبس لون من الالوان دي بيبقى معروف ده المهندس الفلين المهندس دخل علي زائر من الزوار دخل علي لابس خوزة لونها مثلا رمادي المهندس لابس خوزة لونها مثلا ابيض الصنايعي لابس خوزة لونها اصفر مثلا بتاع الادوات السلامة والصحة المهنية بتاع شركة السلامة والصحة المهنية بالموقع لابس خوزة لونها ايه لونها احمر ماشي فندرس الحاجات دي كلها ولازم تعرفها كلها كويس جدا 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 عشان تعرف تحدي في المواد اللي جاية وتعرف بعد كده اول حاجة تتسائل فيها في اي شركة تعرف ادوات السلامة والصحة المهنية اللي بتستخدمها او بيستخدمها النجار او الحداد او بتاع الشدات المعدنية هتقول له اه انا بلبس الخوزة بتاعتي انا بلبس الافرول بتاعي بلبس الحزاء السلامة والصحة السلامة بتاعي اللي هو السفتي اللي انا بلبسه في القدمين ماشي طيب يبقى الخوزة بتعمل ايه الخوزة بتستخدم او بتستخدم لحماية الراس لو ايه علي حاجة تعورني ولا الخوزة هي اللي تتخيبت فيها الاول فبالتالي بتحميني وخلي بالك خليك متطمن جدا لو خدتها بحب هتلبسها وانت ماشي خارج من شغلك او خارج من مدرستك او خارج من قسمك هتنسى تقلح هي الخوزة ايوة في الاول هتبقى صعبة شوية وتقيلة وكلام من دوت علينا وجربناها كتير ولكن هي اصلا لو انت حبيت شغلانتك حبيت مهنتك حبيت ان انت تلبس الخوزة وتشتغل فعلا وتقدي شغلك ماشي بالفعل انت هتكون ايه هتنسى ان انت لابس خوزة اساسا تمام بعد كده عندي القفزات وتستخدم في ايه حماية الايدين انا راجل نجار مسلح ماشي ولابس الايه بعمل مهمة معينة نجار مسلح ميدة او قعدة او ميدة زاوية او عمود او كلام من دوت او سقف او كده فلو انا لابس الايه الجونت بالبسه ليه عشان الريش بتاع الكشب لو انا حدد مسلح ماشي عشان الريش بتاع الحديد ما باقتع الحديد بيبقى ليه سن كده لو انا ايدي لما لمسيته لو انا في ايدي الجونت بيحميني منه لو انا مش في يدي الجوانتي ايدي بتتعور منه اكيد لو انا بقى اشيل خرصانة ايدي بتتبهدل من الخرصانة والاسمن بعد كده عندي الافرول بيستخدم يستخدم اثناء العمل لحماية الملابس الافرول ده بلبسه لابس هدومي ماشي بخش شغلي او بخش ورشتي ببدأ اقلع هدومي اللي هي هتتبهدل مني عشان اقدر اروح بيها والبس الافرول بتاعي عشان يحميلي جسمي ويحميلي هدومي الخارجية والداخلية ويحميلي جسمي من الايه من الاشياء اللي ممكن تعملي مشاكل فيها في جسمي او كده حزاء السلامة والصحة المهنية الحزاء السلامة دوت اللي هو السفتي بكل شكل معين وهنتكلم عليه برضو والغرض منه حماية الايه القدمين والمساعدة على الحركة في المكان بامان وبسلام ان انت مفيش مسمار ييجي في رجلك ولو جيه في رجلك السفتي دوا بيبقى عامل زي الايه فيه الرجل من تحت او الكعب من تحت النعل نفسه بيبقى فيه قطعة من الحديد بما بتسمحش بمرور الايه المرور اي شيء زي المصامير او اي حاجة وكمان بتحمي رجلية بتديني فرصة تحرك ادي عندي اهو السفتي وادي القفاز بتاعي بيكون من الجلد وماش ومطلي من الجلد من بره عشان يسفل اقدر امسك حاجة بايدي المطرقة او الملوينة او اي حاجة وادي عندي الافارول بص الراجل ده لابس افارول اهو بس هو جايبلك نصه الهدوم بتاعته اللي هو لابسها الناحية التانية اليمين تبص تلاقي ايده مفاشل الجونتي مثلا وكمان مش لابس الايه الافارول الناحية التانية لابس الافارول شكله جميل ومستعد للشغل وكمان لابس الجونتي في ايده وكمان لابس السفتي وكمان لابس الخوزة فشكل ده الراجل من نص الناحية ده مستعد للشغل تبص للتاني ده راجل جاي مش عايز يشتغل النهاردة جاي ورشته او جاي قسمه مش عايز يشتغل النهاردة ده نعرفه على طوله لو تصور وهو مهمته بالمنظر اللي هو مش لابس خوزة مش لابس مثلا الأفارول مش لابس السيفتي بتاعه بيبقى غير جدير بعد ليه انت مقدتش أدوات السلامة والصحة المهنية خلاص يبقى انت رجل كده ايه مش عارف انت جاي تعمل ايه انت جاي تتعور وتعمل مشكلة وتمشي تمام نفس القصة كده عند الخوزة باللون دوت اللي هي بتاع الصناعية او طبعا لها ألوان واد الأفارول طبعا ليه ألوان والهيئة احنا عرفناها بعد كده بنخش يا جماعة على ايه على اهم الاجراءات التي يجب اتباعها ايه هي اهم الاجراءات اول حاجة لما تخش الورشة بتعمل ايه المكان عندك واسح بتعمل في ايه بتقسم بشوف انت كام طالب كام طالب مع بعض وكم تمرين هتعملوهم وبعد كده تبدأ تقسم المساحة بين التمرين اه بنسب متساوية طبقا لمين لأعمال الايه للاعمال الموجودة عندي ماشي او المهمة اللي انا هأديها اهم الاجراءات التي يجب اتباعها برضو رقم اتنين التدريب على ايه على تحديد مصادر المخاطر والابتعاد عنها من ضمن ادوات السلام والصحة المهنية اشوف المكان في المكان الفلاني فيه حفرة واعمل عليه حاجز كده اعمل عليها filmed واعمل عليها حاجز بحيث او اقفلها كويس عشان فيها كهربا اعرف الاماكن اللي انا هحفر فيها لو انا عندي معدة حفر او مكان هحفر فيه أو كلام من ضمن شاية اشتغل في حفر اعرف شركة الكهربا ممشيها الكبليات بتاعتها فين أخرية من المكان ولا مش أخرية أخرية من المنش terrorist الاماكن اللي فيها technical أسلاك الكهرباء أسلاك التليفونات مواسير الغاز مواسير المية أعرف المخاطر دي ممكن هتعمل لي مشكلة بعد كده أعرف الأماكن وأحددها أحدد مصادرها وأبدأ أزيل الخطر عني من أهم الإجراءات التي يجب اتباعها برضو اللي هي إيه الالتزام بالقواعد والسلوكيات المطبقة في مجال العمل أهم الإجراءات دي أو رخم 3 الالتزام بالقواعد والسلوكيات المطبقة في مجال العمل القواعد والسلوكيات اللي هي اللي احنا تكلمنا عليها أدوات السلامة والصحة المهنية إزاي بأعرف أستخدم عدتي إزاي بأعرف كل الأدوات والقواعد السلامة والصحة المهنية بتاعتي ببدأ أشتغل عليها رقم 4 من الإجراءات اللي موجودة عندي تقييم المخاطر مع أهمية استخدام وارتداء مهمات السلامة السابق الإشارة إليها طبيعي لو أنا ارتديت الملابس السلامة والصحة المهنية ارتديت الخوزة لبست الأفارول لبست السيفت بتاعي لبست الجوانت بتاعي يبقى أنا بأقلل إيه المخاطر على نفسي وعلى الغير أكيد بأقلل المخاطر على نفسي وعلى الغير على الغير على نفسي ماشي طب على الغير إزاي إنت لو اتعورت هتعطل كل الناس اللي حواليك إنت لو اتعورت أو حصل لك حاجة مشكلة هتقام على إيه على المنشأة اللي إنت حضرتك شغال فيها بعد كده يا جماعة بنيجي على العدد والأدوات التي يستخدمها مين نجار المسلح أول حاجة بتكلم على العدد والأدوات اللي بيستخدمها نجار الإيه المسلح دي العدد اللي موجودة عندي أهي هنشرحها واحدة واحدة بس هنورها لكو دلوقتي كلها عمتا ماشي ده ميزان الزنبة ده الزاوية وده ميزان الخيط أو ميزان البناوي وده ميزان المية أو روح التسوية وده الشريط بتاعي وده الخريطة بتاعتي ماشي وده المطرأة أو الشكوش اللي هو شكوش ببيضة عندي ده اللي هو إيه المنشار السراء التمساح بتاعي عندي ده اللي هو الأدوم بتاعي وهنتكلم على كل حاجة لوحدها العدد والأدوات المستعملة في أعمال الخرصانة أول حاجة عندي الشريط بيستخدم في إيه الشريط؟ شغل مخك معايا اتكلم معايا اتحرك ما تتفرجش وبس ما تسمعش وبس كلام دوت مهم جدا 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 ما تقولش ما نعارف الشريط ما تقولش أنا الشريط دوت موجود في كل مكان غيرك مش عارفه وانت كمان ممكن ما تعرفش استخداماته وانت كمان ممكن تبقى عندك يعني معلومة عنه مش واخد بالك منها فاللي انت عارفه اعرفه واللي انت ما تعرفوش أيده عشان تقدر تبقى جدير في كل مهنك اللي تشتغل فيها بإذن الله في أعمال الخرصانة يبقى الشريط بيستخدم في قياس الأطوال والمسافات طبيعي الشريطة هو والشريط أنواع تمام؟ بيبقى بيستخدمه في قياس الأطوال والمسافات تمام؟ وعند الشريط ده كم نوع كزا نوع ثلاث أنواع أول نوع طبعا ما بنستخدموش بكسرة في أعمال الخرصان المسلحة اللي هو الشريط الخشب الشريط الخشب بيكون عقل عشرة أو خمستاشر أو عشرين العقلة وبيكون طوله متر أو مترين تمام وبيكون عبارة عن عقل وطبعا عشان أستخدم الشريط دوت لازم ليه صيانة خاصة ولاستخدامات خاصة أنا صعب جدا أن أستخدم الشريط الخشب بتاعي أو المتر الخشب بتاعي دوتا بس لازم تعرف تتعرف عليه ولو موجود عندك تعرف تصينه ازاي ما يطولوش مية ما توقعوش على الارض كتير ما تستخدمه تحطه في مكانه الاصلي في جيبك او في الخريطة بتاعتك لو هو اللي موجود معاك تمام ماجي اشيله بحطه في مكانه الخاص به او اشونه ده التشوين بتاعه احطه في مكانه او الدولاب الخاص به او في الدرج الخاص به وفي الجراب الخاص به كمان عشان ما يبوزش مني ليه احنا بنقول نشون العدة ونصين العدة لان دي عدتي هي دي حياتي هي دي مهنتي لو انا قصرت فيها لو انا قصرت في مهنتي لو انا قصرت في عدتي يبقى انا قصرت في شرف مهنتي لو انا قصرت في عدتي انا النهاردة المتر ده مثلا وليكن انا كنت جايبه بخمسة جنيه الخمسة جنيه هي مش قيمة مش قيمة ولكن الخمسة جنيه دي ممكن تعطلني يوم عن شغل يبقى انت كده ايه اهضرت في نفسك واهضرت في مالك وكمان اهضرت في شغلك يبقى انت كده يعتبر ده اسمه شرف المهنة اننا نحافظ على الايه نحافظ على الادوات والمعدات بتاعتي تمام يبقى اول حاجة قلنا الشريط الايه الخشب تمام تاني حاجة قلنا وده طبعا احنا بنستخدمه بكسرة اللي هو الشريط المعدني وبيكون الشريط المعدني شكله زي ما حضرتك شايف كده الجراب بتاعه الجراب بتاعه بيكون اللي هو اللونه ازرق دوا الجراب بتوعنا اما من الحديد اما من البلاستيك المقوى تمام او الباغ المقوى وبيكون الشريط ملفوف جواه جواه زي ما حضرتك شايف كده وده الشريط ده بيبدأ يتسحب من هنا وبيكون متقسم وبيكون الشريط ده من الايه من الصلب الطري أو الصلب المرن تمام بعد كده حاضرتك بيكون الشريط دوت فيه افل كده اللي هو لونه اصفر بيقفل على المسافة اللي انا بفتحها ببدأ افتح الشريط بتاعي ببدأ اشتغل به بقوم عامل المسافة اللي انا عايزها واقوم فاتح المتر بتاعي بعد ما افتحه اقوم قافل عليه بالافل الاصفر دوا طيب انا عايز المتر بتاعي بعد ما فتحته واشتغلت به مهم جدا جدا وناس كتير جدا بتقع في المحظور دوت ان انا وانا بلم المتر بتاعي ما يجولوش تراب ما يشيلش معايا تراب ما يمشيش المتر على الارض مني على مية لو مشي مني المتر على مية او لمس المية بيصدي لانه حديد والحديد بيصدي وبيبوز في يوم من الايام طب لو لمس المية بيشيل تراب ويخش جوه معايا التراب بيعمل لي مشكلة في المتر يبوز مني لو عمره معايا شهر بياخد عشر تيام ولا اسبوع ولا اي حاجة وبعد كده بيبوز مني ما بقدرش ان انا اشتغل به تاني يبقى انا ضيعت فلوسي وضيعت كمان وقتي ان انا روح اشتري متر تاني او مش هشتغل النهاردة عشان خاطر ما معيش متر وكتير جدا وشوفنا الكلام ده كله الحاجة التاني وانا بلم المتر ما حطش صباعي ده يعني المتر عندي اهو هو ده المتر اهو وانا بلمه ما حطش صباعي كده لو حطيت صباعي كده من قدام كده المتر طبعا بيعور صباعي لكن انا حط المتر ايدي كده من فوق ومن تحت الايه المتر وابدأ قلم اسيب المتر هيتلمه هيتلم لوحده اهو المتر اتفرد اهو وابدأ اسيب المتر هيتلم لوحده بس صباع من فوق وصباع من تحت هو ده المتر بتاعي ودي القفل بتاعه اهو انا لو فردت المتر بتاعي اهو ماشي ماشي وسبته اهو عادي مش اي مشكلة افتح القفل ابدأ قلمه ابعد صباعي عن حواف الايه حواف المتر بتاعي او حواف القطعة الحديد اللي هي المرنة اللي هي المدرجة عندي لان لو لمستها ايديا والمتر سريع جدا هيعمل ايه هيعور ايديا الاتنين ومش هنكمل شغل كده يبقى انا لم يت المتر كويس مخطتش فيه طراب بابدأ اشاونه في مكانه الاصلي وخطه في مكانه الطبيعي بتاعه اللي هو في الجراب وفي الدولاب بتاعه وفي شنطة العدة بتاعتي بخش على المتر او الشريط اللي بعد كده بيكون يعني شريط مصنوع من الايه من الكتان والشريط ده بيكون طوله يعني بيوصل خمسين متر عشرة خمستاشر عشرة عشرين تلاتين اربعين خمسين متر تمام على حسب قيمة الشريط ولا حسب قوامة الشريط او اللي انا عايزه بلاقيه موجود عندي في السوق بيكون عبارة عن يعني الغلاف بتاعه او الخزنة بتاعته بتكون ايه خزنة الشريط بتكون من الجلد المقوة او من البلاستيك المقوة ماشي واحيانا بيكون من الحديد المقوة بيكون جراب يلف فيه في الشريط بتاعي الشريط نفسه بيكون من ايه من الكتان بيكون من الكتان الشريط برضه بيكون فيه الاكسل اللي في النص الاس appeals دون بيكون عبارة عن ايه عن قطعة يعني عبارة عن دراع كده بيتطبق جوه بعضيه وإما أجي ألم الشريط أبدأ أتحرك كده ألم الشريط بي أفرده وأبدأ ألم الشريط بي أبدأ أفرد الدراع ده وألم الشريط بي وأنا بفرد الدراع فرضا هو الشريط ده صابع الاتنين زي ما قلنا مسكين الشريط وهو داخل جوه كده بحيث إن أنا الشريط ده أماشي لو دخل متني مش هيبقى مظبوط وهيعمل مشكلة عندي في المتر بتاعي من جوه فهتبقى مشكلة ومش هقدر إن أنا يكمل معايا الشريط كمان لو شاء لو لا لو مثلا طالوا مية أو كده برضو الكتان بيبدأ يتآكل وبيبوز مع التراب والمية تمام بعد كده طبعا بنعمل بنخش على العدد والأدوات المستعملة في أعمال خرصانة تاني حاجة المنشار بتاعي واللي هو بيستخدم في قطع أو قطع الأخشاب يدويا المنشار بتاعي أهو موجود معايا أهو ماشي له يد أهي يد من إيه يد من الخشب له يد من الخشب وله السلاح بتاعي أهو من إيه من الحديد الصلب ومشارشر اللي هو الشرشرة بتاعته بتكون اللي هي دي اللي بتشتغل معايا وتقطع الخشب بتاعي بمسكه مسكته كده بالزبط أبدأ أمسكه كده ويكون اليد بتاعته أحيانا بتكون معايا بتكون خشب أو أحيانا بتكون بلاستيك بس الأفضل خشب وكمان مطلي زي كده ماشي وتكون لراحة اليد بتاعتي طيب المنشار بتاعي ليه يد واليد مسكه في مين مسكه في السلاح طب مسكته في السلاح بتكون عبارة عن إيه عبارة عن ثلاث مصامير زي ما حدتك شايف كده أهم ثلاث مصامير دول لازم يكونوا بالشكل ده ماشي ما يكونش مسمار طالع بره كتير 2 سنتي و 3 سنتي ولو ده وقع المسمار ده له نظام خاص وشكل خاص المسمار دول عبارة عن يعني حلزوني تلسكوبي داخل بعضيه بيلفه جوا بعض بنظام تلسكوبي ناشي داخل بعض وبيتربط بمفكة من هنا ومفكة من ناحية ناحية تانية ويتقرط جامد طب لو وقع المسمار دول أجيب واحد غيره وزيه بالزبط ما جيبش واحد خشابي أركبه فيه يقوم طالع من ناحية تانية يا يعورني يا يعور مين يا يعور زميلي طيب صيانة المنشار دوت أنا خلصت شغلي به وقطعت الخشب بتاعي اللي أنا عايزه وزبطت شغلي تمام التمام وخلصت اليومية بتاعتي عايز ألم المنشار بتاعي أسيبه مرمي على الأرض ما ينفعش لو امت صورت نفسك في مهمتك والمنشار بتاعك مرمي على الأرض مهمتك غير جدير فيها بعد غير جدير بعد ماشي؟ يعتبر أنت مقد المهمة بتاعتك مش بجدارة تمام؟ يعتبر كده مش هتعدي في المادة دي دي حاجة الحاجة التاني إما جاشيله أبدأ أن أنا أدهنه زيت بحيث أنه ما يصديش وحطه في الجلاب بتاعه بحيث أنه هو يفضل محفوظ عندي المنشار بتاعي يفضل محفوظ زي ما حضرتك شايف كده تمام؟ وأحطه في مكانه الدولاب الخاص به أو المكان الخاص به في الورشة بتاعتي أو المكان بتاعي في المنشأ اللي أنا بشتغل فيه طيب من ضمن العدد والأدوات والمعدات في أعمال الخرصانة الأدوم الأدوم أهو ماشي فيه الأدوم أهو وفيه برضو المطرقة ده أدوم اللي في الرسمة ده أو اللي على اللاب دوت اللي شغال قدامي ده اللي على الصورة ده الأدوم بكله يعني رأس عبارة عن رأس مبططة زي كده ماشي من الحديد أو حديد الصلب عمتا تمام؟ بتكون لها مشقبية في النصة هي وتكون لها فتحة لوضع اليد فيها تمام؟ في حاجة تاني بعض الناس بتستخدمها برضو اللي هو النجارين بيستخدم المطرقة دي المطرقة دي ماشي زي الأدوم بالزبط بس لها شكل تاني عشان في ناس نجار يعرف اشتغل بدي ونجار يعرف اشتغل بالإيه؟ بالأدوم اللي موجود اللي احنا شفناه على الصورة شكله إيه الأدوم دوت؟ رأس حديد أهيه والرأس دي بتكون بتخش جوه الإيه؟ اليد دي بتخش جواها يد خشب من الشوم تمام؟ بتكون شكلها زي ما حدتك شايف كده أهيه ويكون الرأس دي من الحديد الصلب وتكون لها يعني مفلطحة من ناحية اللي ده المسمار والناحية التانية بيكون فيها حاجة اسمها غراب لخلع المسمار زي كده أهي ناشي كل ناس شايفها تمام؟ معايا دي بخلع بيها المسمار عندي بتحط المسمار في المكان الغراب دوت وبابدأ إن أنا إيه؟ أخلعه كان معاي مسمار هنا أهو ماشي المسمار بجيبه كده وأبدأ أخلعه كده أو مثلا أدقه كده ماشي بالناحية دي المفلطحة دي يبقى ده المطرقة دي المطرقة وبابدأ طبعا أصين المطرقة معلش أنا آسف أصينها إزاي؟ المطرقة عندي أنا خلصت شغلي نفسي الكلام برضو أبدأ إن أنا أدهنها زيت لو مش هشتغل بيها تاني يا إمتا إن أنا لو هشتغل بيها أشيلها في مكانها في الدولاب بتاعها أو المكان بتاعها الخاص بتاعي وأهم حاجة لو مش هتشتغل أدهن المكان بتاع الحديد ده زيت عشان ما تصديش وتبوز مني ولو هشتغل بيها إن شاء الله تاني يوم في أول الشغل ببدأ أحط الراس بتاعتها في المية بتديني قوة أكتر ماشي بس مش في المية على طول طبعا بحطها فترة بسيطة جدا يعني خمس دقايق كده واشيلها تاني بحيث إن هي تتزبط معايا تمام؟ يبقى كده المطرقة وكده الأدوم بتاعي عندي بعد كده ميزان المياه أو ميزان اللي هو اسمه روح التسوية ويستخدم ميزان المية اللي هو روح التسوية في الضبط الايه؟ الضبط الأفقي الأفقي والضبط الرأسي الضبط الأفقي والضبط الايه؟ والضبط الرأسي يبقى أنا بوزن كده ضبط رأسي بوزن كده ضبط رأسي بايه؟ بالقطعة دي اللي هي القطعة اللي في النص دي بتكون عبارة عن قطعة من الزجاج مجلفنة من الداخل فيها فتحة من الداخل بيكون مضغوط فيها قطعة بعض من المية ملونة ويكون فيها فقاعة الفقاعة لازم تكون في سنتر في سنتر القطعة الزجاجية دي تبقى كده أنا وزنت رأسي سوري مزبوط وكده أفقي مزبوط لو الفقاعة دي مزبوطة عندي متزبطة في النص يبقى أنا كده مزاني مزبوط 100% طيب يا أستاذ المزان ده له نظام في التشوين وله نظام في الصيانة لازم المزان ده طول ما هو معايا ليه مكان حطه فيه وانا شغال مكان يكون بحيث ان هو ما يقعش خالص لو وقع المزان او اتخبط في حديدة اتخبط في اي شيء هيحصل رايش في قاع المزان او في ظهر المزان اللي أنا باوزن به وبعد كده باجي اوزن لو فيه رايش ولو ملي بيديني مع المسافة سنتيات فمنفعش ان انا اوقع المزان ولا ينفع يتحرك مني او يتخبط مني بحيث ان لو وقع هيحصل رايش لو وقع هيتهز القطع اللي فيها المياه بتاعتي لو وقع برضو نفس الكلام يعني مش هستخدمه تاني لمدة اللي انا عايزها والفترة اللي انا عايزها نفس الكلام بابدأ ان انا حطه في الجلاب بتاعه واحطه في مكانه واشونه في مكانه الدولاب بتاعه او المكان المحدد بتاعي بعد كده ده شكل الميزان اهو شكل تاني من الميزان تمام اهو ده وهو طبعا جديد يعني ميزان اللي بعد كده او العدة اللي بعد كده ميزان اسمه ميزان الزنبا ويستخدم في تحديد المحاور وتحطيط القواعد مهم جدا 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 ميزان الزومبا دوت ميزان الزومبا ده يا جماعة اهو على الشاشة معانا اهو تمام ميزان الزومبا لو بصيت على الجزء المدبب من تحت ده هو ده اللي خلانا جزء المخروط دوت هو ده اللي خلانا اسميه زومبا اسميه ميزان زومبا بستخدمه خلي بالك في بعض النجرين بتستخدمه في الوزن الايه الرأسي برضو زي ميزان الخيط البناوي اللي هنتكلم عليه المرة الجاة وهوريه لكم دلوقتي تمام فميزان الزنبة ده أهميته الأكتر فين وهو جاي عندي ليه عشان أنا لو عندي الخنزيرة بتاعتي بتبقى مرتفعة شوية وهي مرتفعة في أكسات طولية وأكسات عرضية إن الميزان ده بجيبه وأقوم حاطة الخيط بتاعه بين الأكسات بتاعتي اللي هو تلاقي الأكسات وانقل النقطة دي على الأرض بقوم عايص النقطة اللي هي عندي دي بصيلها كده كويس اللي هي الزنبة بتاعتي بقوم عايصها لون من الألوان أهيه ظهر جدا عندك أهيه ظهر معايا الزنبة بتاعتي وأعمل إيه أبدأ أوزن من فوق من على الأكس بتاعي عادي خالص وتنزل معايا لغاية الأرض أول ما تلمس الأرض بتكون إيه بتكون يعني علمت علام ومن هنا بنبدأ إن إحنا نقول إن إحنا كده خلصنا الوزن بتاعنا أعزائي الطلباء بكده إحنا نكون يعني للأسف وصلنا لغاية لآخر الحلقة بتاعتنا واخدنا فيها بعض الأدوات وإن شاء الله بعض الأدوات والمعدات نأخذها المرقية إن شاء الله إن كان بنا عمر إن شاء الله وإجزائكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته